السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله راح نشرح دروس ونحلو تمارين صفحة 79 للوحدة الثالثة لسنة الثانية متوسط نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو والشرح يفيدكم وتستفادوا مع لكم غير تحلوا الكتاب في الصفحة 79 وتتبعوا معايا نبدو على بركتي الله بسم الله اذا عدنا عدنا هنا حوار بين ايمي والدكتور انتحا وعدنا بابولز هنا فيهم فراغات رايحين انكملوهم ابعابا اذا هنا بعد ما تستمعوا الى النص المسموع هنا كما اقول لكم النص المسموع انا ما عنديش اعتذر حوزت عليه وما لقيتوش هنا نعمروا الفراغات ونشرحوا المهم اننا نشرحوا وانتم تفهموا وش كاين في هذا الحوار اذا نحن نشوفوا الحوار اللي بين ايمي والطبيب او الطبيبة قلت لها ما زالني حاسب اللي حب نزيد نطقية مرة اخرى حاشاكم وش قلت لها رايحة نصف لك دوا ميديكيشنز هو ادوية تحبس لك السطر والوجع اللي راهو في الستوما وتحبس لك الجريان انتع الكرش وتحبس لك ايضا اللي ركيت تقيي في حاشاكم ولكن لازم تروحي تشوفي الديتيشن اللي هو الطبيب المختص في حمية التغذية اللي دير الريجيم هو مختص في حمية التغذية رايح امدلها وش لازم وش ما لازمش تاكل لانها فاتت شوية في الوزن انتح المطلوب thank you doctor ايمي قلت لها شكرا لك here's your prescription prescription هي الوصفة الطبيعية اللي مدوها الناب هنشريو بيها الدوا the chemist will explain how you should take the medicines I prescribed to you the chemist هو الصيدة لي هو اللي راح يشرح لك كيفاش تشربي الدوا اللي وصفتولك prescribe معنتها وصفته لك follow his instructions and take care of your health goodbye ايمي قلت لها تبعيد التعليمات انتهوا instructions هما التعليمات انتهوا وريح اوضها الله في الصحة انتعك وإلى اللقاء قلت لها goodbye doctor إذن هذا هو الحوار بين ايمي والطبيبة انتهى نروح نشوفوا الآن التمرين الثاني I listened to my partner's questions and answer him or her using some of the new words I learned in task 9 إذن هنا رايحين عدنا حوار بينك وبين زميلك سؤال وجواب رايحين انكملوهم الأجوبة من خلال استعمال مفردات اتعلمناهم في التمرين رقم 9 هنا بين قوسين يوجد بعض الخيارات اللي اتساعدكم على الأجوبة إذن نشوفوا الآن الحلول مع بعض ونشرحوهم ونفهموا الحوار وطريقة الإجابة إذن نشوفوا معايا هنا Hi You look pale and tired today How do you feel? I feel awful Awful معنتها شعور فاضية تعبان بزاف What's the matter? قالوا عليه وشكاين I have a headache Headache هي لوجة عن تعرس Did you see a doctor? هل رأيت طبيب أو زرت الطبيب? Yes, I did What did he say? He prescribed some medications and advised me to eat a balanced meat such as vegetables and fruits إذن قلوش في تطبيب قلو نعم قلوش قلك قلوو وصف لي بعض الأدوية وانصحني باش ناكل وجبات معتدلة فيها خضر وفواكه إذن هذا هو هنا أنتم تطرحوا السؤال وتجاوبوا بالطريقة اللي تحبوا المهم تستعملوا مفردات من التاسك ناين اللي سبق وشرحناه في فيديو سابق نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو اتفيدكم وتستفادوا ونطلقوا في فيديوهات أخرى إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه وبقاو على آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر